السلام عليكم تلميذ سنة الثلاثة المتوسط إليكم أتذوق نصي صفحة 73 لنص الخبيل البراكين والعطور إذن أولا نقسم النص إلى أفكار الفكرة العامة فضل العرب في اكتشاف جزر القمر وترسيخ عادتهم وتقاليدهم الإسلامية أما الأفكار الأساسية الفكرة الأولى وصف الكاتب جمال موروني عاصمة جزر القمر وديانة سكانها فكرة ثانية ظروف وصول العرب إلى جزر القمر وأصل تسميتها الفكرة الثالثة ترسيخ العادات والتقاليد الإسلامية والعربية في العرس القمري أما المغزى العامة في نص شعب زوزر القمر محافظ على عاداته وتقاليده الإسلامية العربية النمط الغالب على النص هو النمط الإخباري التفسيري مع النمط السردي والنمط الوصفي من مؤشرات النمط التفسيري قول ولأنهم في مجملهم مسلمون فقد امتزجت عماصرهم شعبا عربيا مسلما من مؤشرات النمط السردي قوله هضرنا في المسائي عرضا قمريا من مؤشرات النمط الوصفي موروني لؤلؤة جزر القمر بيوت بيضاء الناصعة البيض مبنية بأجر معمول من رماد البلاكين وكان للباس العروسين خليط من الزي العربي وزي مسلمي أسيا شرح الصور البانية إذا الموروني راحت تفتح لنا دراعيها استعارة مكنية حيث تشبه الكاتب المدينة بشخص يرحب بالزوار حذف المشبه به وترك القارنة الدال عليه أو شيء من لوازمه وهو الدراعين لأن المدينة ليس لها دراع أو دراعين تفتحهما أما جمال الاستعارة فيكمل في أنها تجعل تجعلنا أو تجعل من زوارها سعداء لأنها محببة إلى نفس مثل الأشخاص الذين يعيشون عليها وتربط بينهم موضة محببة إذا السؤال الرابع نعم في النص عاطف حيث نشعر بعاطفة الكاتب أن نواجب بمدينة موروني وسكانها الطيبين وشبه المدينة باللؤلؤ الجميلة كما وصف سكانها بالطيبين وأن بلادهم طبيعتها رائعة أما الجواب على السؤال الخامس قال الكاتب تعكس امتزاج الخليط الإثني لشعب جزر القمر إذن الغموض في العبارة يرجع إلى كلمة عفوا إثنى أو إثني وهي كلمة دخيلة غير عربية وهي تعني مجموعة بشرية يتكلمون نفس اللغة ويشتركون في التقافة وفي العادات والتقاليد وقد وضح ذلك الكاتب في العبارة الخليط الإثنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة